معي من إربيل سيدة شارة قرى داغي سفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعي في العراق عضو في هيئة المرأة العالمية مساء الخير أهلا بك معنا سيدة شارة هل لديكم أرقام إضافة أعتقد كنت تستمعين التقرير قبل الفاصل فيما يتعلق بهذه الانتهاكات ضد الأيزيديات والحالات التي وصلتكم إذا ممكن أن نذكر حالة معينة بتفاصيلها مساء الخير أحييكم من إربيل إقليم كردستان أهلا وسهلا تحياتي لكم سيدة الفاضلة نعم في أرقام تتزايد باستمرار لحد الآن أدنى حالات أكثر من 1050 فتاة نحاول دمجهن بالمجتمع بافتتاح دار التأهيل في مدينة موصل واشنغال بإشراف مباشر من قبل كادر سيكوليجي يستقبل جميع النساء والفتيات المتضررات من إرهاب داعش على شكل دفعات يتم إخضاؤهن لورشات تدريبية تطويرية متخصصة تخصيص كادر متخصص تكون مهمته وإحصات الحالات وتقييم الضرر النفسي ووضع خطة لمحاكات وعلاج نفسية للنساء المتضررات إقامة دورات المحاور التالية التأهيل النفسي إعادة نفسية المختصبة بناء قدرات التعايش في المجتمع التثقيف ثقافة عامة ثقافة خاصة بالمرأة بناء الشخصية وتتضمن التنمية البشرية وبناء الثقة بالنفس من جديد بناء الشخصية هذه إقامة دورات واضح جميل بس لنفند الذي تقولينه سيدة شارة بموضوع الحالات التي تأتيكم وتقومون بإخضاعهن لهذه الدورات فيما يتعلق بحالاتهن النفسية كيف هو وضعها؟ عندما تتحدثين إلى إحداهن كيف هي وضعها؟ ما الذي تقوله عما عانته مع داعش؟ وضعيتها حارجة أنا بنفسي قابلت أحدى اليزيديات ورفضت أن تقول على اسمها حتى العائلة ما يتسببون لها بإذا أتى أكثر وأكثر نفسية مدمرة حالة لا توصف إنسانة لا تقدر أن تتواجه المجتمع فنريد الاعتماد على نفسها في أدد أشياء الاتماد على الترفيع وليس فقط العلاج لتخفيف الضخط عنهم الترفيهية توجيه تركيز النساء إلى نسيان ما مروا به من خلال التركيز على تدريبهم على العمل لبناء العمل لبناء شخصيتهم ومستقبل أفضل لهم باستخدام أحدث الوسائل وطرق التعامل مع النساء المختصبات بث روح العيش المشترك والتعايش في المجتمع محاولة اندماجه هنا في المؤسسات الخدمية والعلمية في محاولات منكم أيضا غير المتابعة مع النسوة سيدة الضحايا سيدة شارة مع الأهالي أيضا فيما يتعلق بالوعي فيما يتعلق بالخوف المضاعف لدى الفتاة كما ذكرتي بأن تقول للأهل لأنه ستعاني أكثر وأكثر صحيح وكأنه هي متهمة أيضا وهي مذنبة في هذا الموضوع إلى أي درجة هذا يفاقم وضع الفتيات النفسية؟ وضع الفتيات النفسية حرج لأن هنا أكثريتنا في عمر مراهقة يعني بداية حياة مراهقة صعبة فنريد أن نخفف مدى الضرر والأزمة النفسية على الفتيات شهريا أو كل 15 يوم كادرنا تطلع للإطلاع على مدى تغييرها النفسية هل تطورت نفسيتها أم بقى على نفس حالتها؟ في موضوع كمان الحديث عن ذكر حالات فيما يتعلق بانتحار أيضا بعض الفتيات حاولنا الانتحار تحر أو حاولنا الانتحار بسبب ما عنوه في ظل أيام داعش أو خوفا من أن تغتصب هذه الفتاة أو تلك من قبل داعش هل من معلومات لديكم في هذا الإطار؟ أحد اليزيديات كانت مشلولة كليا سألتها لماذا هذه الحالة؟ قالت أنا أكثر من مرة حاولت الانتحار آخر مرة أخذت أدة أنواع حبوب حتى أنهي بحياتي من هذا الحياة اللي لقيتها من يد داعش المجرم الإرهابيين نعم طيب بمنظمة العفو الدولية كمان تحدثت بهذا الإطار بالاستعباد الجنسي وفيما يتعلق عن الأعمار ذكرت بأن العديد من اللاقي وقعنا ضحايا يبلغنا 14 عاما إلى 15 عاما هل لديكم أيضا معلومات فيما يتعلق بأعمار الفئة المستهدفة كانت؟ المعلومات اللي وصلتني من قبل منظمات تمكين المرأة عندنا شبكة منظمات احنا متواصلين عندنا تعاون مشترك أعمارهم كحالة نفسية أعمارهم في عمر مراهقة تعتبر طفلة 14 سنة تعتبر طفلة عندما رأت هذه الحالة اللي مر عليها الآن نفسيتها صعب ترجع مثل الأول ونناشد المنظمات الدولية أنهم يساعدون في بناء أماكن ترفيهية أماكن رياضية أماكن حتى في شنغال خصوصا في شيخان في أطراف موصل حتى نقدر نرجع حالة الفتاة إلى الأول ننسي الحالة يقومون بالسياحة والسفر يخرجوهم من الحالة لأحدى الدول العربية أو للدول الأوروبية كجروب نسفرهم هذا كثير ملائم أن ترجع نفسية هذا كل مجانا؟ نعم نناشد المنظمات الدولية أنهم يقومون بمراجعة إعادة مساعدة المنظمات المجتمع المدني خصوصا التي تعمل في إعادة الفتيات المختصبات ودمجهن بالمجتمع أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات من إربيل سيدة شارة القرى داغي سفيرة الديمقراطية والسلم الاجتماعي في العراق عضو في هيئة المرأة العالمية شكرا